موسيقى كانوا الناس اللي عندهم نوابات الهالاء اللي خلاص هتموت تقولك اتاك دو بانيك مان تدوق انا حكا نحن مرض انا حبس قلبي من الخلعاء جارنا سمعتهم مرض وحضرت جنازة معتقالونا داكوا بداوا يتظهروا هاد النوابات الخوف والغهالاء موسيقى المشكلة هيكون معالي دوز اكسترام مع شخصيات اللي في حالة انكار ومع شخصيات اللي لحقت درجة الهالاء هاد الفئتين هاده هما من المجتمع اللي لازم لهم مرافقة خاصة وعناية خاصة الاولى عليش لانها احتن كورو تبقى في الانكار وبالتالي راح راهية تجيبنا المرض وتجيب العائلة تتاح المرض ويبقى لمدة طويلة اما العائلة الاخرى اللي لحقت امنة ولحقت درجة الهالاء والاخوف من الاصابة احتعود تنفيليونس على الحالة المرض شفنا حالات اللي لحقو حتى اترابات جلدية حتى ومشاكل علائقية هاده هما اللي شوية انتحدثوا عليهم اللي عندهم نزلوا مرافقة خاصة كان اللي فعلو نموذج نموذج المناصرة بمعنى قاموا برعاية انفسهم هكدا وكذلك اهتمام بالاخرين وعطاهم الدعم النفسي مجرد ام تعطي الدعم نفسي للأخت ولا لابنها ولا لأمها ولا لزوج ديالها كان هناك دعم نفسي أساري يعني عائلي هذي حاجة مليحة ننقل توفير انشطة مناسبة للأطفال مسلية للأطفال مع بعضهم لا تستدعي انه تكلفة مادية انشطة بسيطة في البيت انشطة انا نقول لهم كانت تحكمي ولدك اعطيلوا حفنة عدس وحفنة روز قولوا لي فرزهم اعطلوا كلمات بعض الكلمات مثلا الأطفال ينصحوهم على الرقم الأخضر يتصلوا بنا اعطلوا كل ما حرف جوزي رجوني كل يوم حرف أعطيني كما كنا نلعبوها بنت والد أعطيني حيوان يبدو حرف الميم أعطيني اسم بلدي يبدو حرف الميم أعطيني ويا رايحة طفل هذي يتونس موسيقى لو ندخلوا الكورونا بهاد الفكرة انه بره طبيعي والداخل هو الحبس معناش رحين نقدروا نتازموا بحج الصحر هندخلوا له بلانغواس الآن نقلبون نشوفوا بلي البيت هو شيء طبيعي انه وضع استثنائي وخارج البيت هو اللي لحقنا نشوفوه السجن أو نشوفوه اللي لحقنا هو الخطر المحتق بنا يعني الاستشارة النفسية هي موجودة في خالية الإصغاء كان خالية الإصغاء بمبادرة فرضية من أخصائي النفسانيين أو خالية إصغاء تابعة الفوغام ولا لصاحب ولا تعل نقابة نقابة الأخصائي النفسانيين تعلق المصحات النفسانية العمومية كاين لبسيكولوجرا هم متطوعين بأرقامهم الخاصة يعني حيلقاهم في غيزو سوسيو فيسبوك ولا حيلقا هذه الأرقام الهاتفية تصل بهم طلب استشارة نفسية رح تقدم له استشارات ومرافقات مجانية يعني اشتركوا في القناة